السلام عليكم ما هو عدد الحيوانات المينوية اللازمة لحدوث حمل اشترك الآن في القناة بالضغط الاشتراك سبسكرايب والضغط على الجرس وإذا أعجبك الفيديو أضغط ليك لأنجاب هو حلم كل زوجين في هذه الحياة ويسع إليه دائما ويصاب بحالة من التوتر والقلق والخوف إذا تأخر الحمل الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى حدوث حمل هو دخول الحيوانات المنوية الموجودة تائل المنوي داخل الببيضة ومن ثم تتم عملية تلقيح وتندج الببيضة وتنغرس بداخل الرحم أحيانا لا يحدث حمل بسبب أن الخاصيتين يقومون بإنتاج حيوانات منوية ولكن يا مغلقة فلا يخرج الحيوانات المنوية ولكن يخرج السائل المنوية وبالتالي لا يحدث حمل ولكن ماه عدد الحيوانات المنوية اللازمة لحدوث حمل وماه المعدل الطبيعي لهذه الحيوانات هذا ما سوف نقوم بتناوله في سطور القادمة ماه المني وماه مكوناته المناه عبارة عن إفرازات تخرج من الرجل ويتمن تاجها بو أسطى الخاصية والحويصلة المنوية وغدال بروستات وهي مكونة من عنصرين أساسين وهما النطاف والسائل المنوي النطاف المسؤول عن إنتاجه القنوات المنوية في الخاصيتين إما السائل المنوي هو عبارة عن سائل مسؤول عن حمل النطاف وإن ثم تنقلهم إلى البويضة ليحدث حمل عدد الحيوانات المنوية اللازمة لحدوث حمل طبقا للدراسات الطبية المتعلقة بالحيوانات المنوية التي ينتجها الرجل ولازمة لحدوث حمل فإن هناك حد أدنى والحد الأدنى أي أقل عدد مطلوب لحدوث إنجاب من الحيوانات المنوية حوال 15 مليون حيوان من واحد سنتيمتر المكعب الواحد وهذا تبعنا لنتائج الدراسات الطبية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية وأما عن ما يخص حجم السائل المنوي نفسه فهجب أن يكون حجمه يتراوح بين 2 إلى 6 سنتيمتر مكعب أما عن طرق الكشف عن هذه القياسات فهي تتم من خلال إجراء فحصا وتحليلا للسائل المنوي أكد جميع الأطباء والمتخصصين على أن خاصية الرجل تقوم بإنتاج الحيوانات المنوية بشكل يومي وهذه الحيوانات قادرة على أن تبقى على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام بداخل رحم المراءة ثم تموت تدخل إلى قناة فالوب على شكل نبضات وتبعنا للتحاليل والفحوصات الطبية الحديثة فإن كل نبضة من هذه تحتوي على ما يقرب من ثمانون ألف حيوان منوى لكي تزيديا من فرصة الحمل يجب أن تتم عملية الجماع بين الزوجين على الأقل مرة تنكل ثلاث أيام وأو تتم من مرة واحدة إلى ثلاث مرات في اليوم الواحد ويجب على الأزواج اختيار الأيام المناسبة لحدوث الحمل وهي أيام الأبغض التي تتم حسابها من خلال متابعة الدورة الشهرية فهي في الغلب تكون في اليوم العاشر أو الحادى عشر الدورة الشهرية وأيضا اختيار الوضعيات المناسبة أثناء الجماعة تلك التي تعطي فرصة أكبر في حدوث حمل ودخول الحيوان المنوي إلى الببيضة علاقة عدد الحيوانات المنوية بمعدل الجماع وحدوث الحمل في الحقيقة أن كل من كثرة الجماع أي ممارسة بشكل مفرط أو قلته تماما يؤدي إلى قلت فرص حدوث الحمل وذلك مرتبط بشكل وثيق بعدد الحيوانات المنوية حيث أنه عند ممارسة الجماع بشكل مفرط يؤدي إلى قلت إنتاجية الرجل من الحيوانات المنوية ومن ثم يؤدي إلى خروج حيوانات منوية غير ناضجة بمعنى أنها غير قادرة على تلقي حلب ببيضة حتى وإن مرت بداخل عنق الرحم أما الحالة الثانية وهي قلت ممارسة العلاقات الحميمة تؤدي إلى قلت فرصة تلقي حلب ببيضة بالحيوان المنوي هل هناك علاج أو إدوية تساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال؟ أحيانا يكون قلة الحيوانات المنوية ناتجة عن وجود نقص في هرمون معين ولا ذلك يجب التوجه إلى استشارة الطبيب الذي سوف يقوم بدوره أولى بعمل فحصا شامل ومعرفة سبيقلت الحيوانات المنوية ومن ثم سوف يقوم بوصف بعد الأدوية والاكلات التي تساعدك على زيادة الحيوانات المنوية حاسب الحالة التي يعاني منها الرجل والأمر بسيط فأثل ما يوجد علاجات للمسائر التي تعاني من مشاكل كثيرة تمنعها من الحمل هناك أيضا دوية وعلاجات تساعد الرجل على زيادة الحيوانات المنوية ديافة هناك حالات كثيرة كان فيها الرجال لا تنتج ما يزيد عن مليون حيوان موين ولكن بوسائل طبية صحيحة زاد إنتاجهم للحيوانات المنوية إلى ما يزيد عن 40 و70 مليون حيوان منوين في القذفة الواحدة